خطر الكيماوي السوري يلوح في الأفق مجددا فقد حثرت موسكو من استعداد متطرفي إدلب لاستخدام السلاح الكيماوي مجددا تحذير روسي يأتي بعد تنبيه أمريكي لدمشق من مغبة استخدام الكيماوي تحذيرات متراقضة إذن فهل تمهد لاستخدام هذا السلاح الخطر أم تردع الأمر لمناقشة هذا الموضوع معنا من موسكو الخبير في الشؤون الروسية الدكتور هاني شادي دكتور هاني مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار في كل برة على ما يبدو يكون فيها تصعيد ميداني في منطقة معينة يظهر موضوع الأسلحة الكيماوية هل هذه المرة أيضا يأتي الموضوع في نفس السياق في تصعيد الموجود في إدلب وفي أرياف حماة وإلى آخره لأنه كان هناك تحذيرات من جهات غربية أمريكية وفرنسية الأسبوع الماضي أو الذي قبله بأنه هناك إمكانية لاستخدام هذا السلاح الآن روسيا تقول المتطرفين ربما على وشك أيضا استخدام هذا السلاح يعني كيف نفسر ظهور هذه المسألة بين الحين والآخر هذا بالطبع الرد روسي المعتاد على أي اتهامات غربية تحديدا بأن النظام السوري سوف يستخدم الكيماوي أو يستعد لاستخدام الكيماوي عادة روسيا ترد بالمثل بأن المتطرفين هم الذين سوف يستخدمون أو يستعدون للقيام باستفزازات خاصة بالكيماوي وأعتقد أنك محق جدا في أنه كل ما اشتعل الصراع المسلح في منطقة معينة يظهر بالفعل موضوع الكيماوي باتهامات متبادلة أعتقد أن هذه الاتهامات هذه المرة ربما تسبق مجموعة من المشاورات التي بدأت أو التي ستجري خلال هذا الشهر فيما يتعلق بالأزمة السورية نحن نعلم أن هناك اجتماع مهم في القدس سوف يعقد بين مستشاري الأمن القومي لكل من روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة هذا الاجتماع على ما يبدو كما صربت وسائل الإعلام كثيرة سواء في روسيا أو خارج روسيا سوف يتطرق إلى اقتراح أمريكي إسرائيلي كما يقال على روسيا لحل الأزمة السورية أعتقد أن هذا الأمر يدخل في حساب هذه الاتهامات المتبادلة هذه المرة تحديدا الخاصة بالكيماوي النقطة الثانية بالطبع أن هذه الاتهامات المتبادلة تأتي على خلفية التصعيد المتواصل في إدلب والغارات الجوية سواء من قبل القوات الحكومية السورية أو الطائرات الروسية على إدلب والتحذيرات أيضا أو على الأقل المطالب الأمريكية من روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب والخلافات الجارية حاليا أيضا بين روسيا وتركيا في هذا الإطار ومن ثم ربما بشكل معتاد كانت روسيا ترد دائما على ما تسميه موسكو بمزاعم الغرب بشأن استخدام النظام الأسد للكيماوي وهي عادتا كانت ترد بهذا الأمر ولكن أعتقد هذه المرة الموضوع له خصوصية فيما أشرت إليه من مجموعة من العوامل وليس بالضرورة أن الكيماوي سوف يستخدم أو أن هناك مصرحية معينة سوف تتم سواء من قبل الرهبيين أو من قبل النظام السوري أعتقد أن هناك تمهيد للمباحثات القادمة وتحديدا الإجتماع المقبل في القدس خلال هذا الشهر هل ما زالت قضية الكيماوي دكتور هاني تحظى بنفس الاهتمام بنفس الأهمية التي كانت عليها في الماضي على ما يبدو المسألة تراجعت إلى حد كبير لأن هناك دلائل بحسب منظمات عديدة لاستخدام بعض أنواع غاز لكلور إلى آخره يعني بغض النظر من الذي استخدمها ولكن موجودة على ما يبدو بحسب الأدلة هل ما زال الاهتمام الدولي بهذه المسألة كما كان عليه في السابق أعتقد أنه ليس كما كان عليه في السابق خاصة نحن نعلم أن كان هناك اتفاق روسي أمريكي في عهد الرئيس أوباما وتم الاتفاق فيها على تسليم الأسلحة الكيموية أو على الأقل الجزء الأكبر من الترسانة الكيموية للنظام الأسد وروسيا تستند لهذه النقطة تحديدا لأن النظام لا يتوجد لدي أسلحة كيموية أو غازات كيموية حتى يستخدمها الطرف الآخر بالطبع يتحدث عن استخدام غاز لكلور أو بعض الغازات الأخرى في مثل هذه العمليات ولكن أعتقد برأي أن تراجع الأمر بعض الشيء ولكن يستخدم أحيانا هذا الموضوع عندما تكون هناك كما أسلفت مفاوضات مقتربة أو قريبة للاتفاق أو لحدوث تفاهمات بين الجانبين الروسي والأمريكي حول الوضع في سوريا نحن نعلم أن الموضوع في إدلب معقد تماما والغارات مستمرة تقريبا على مدار شهر وأن هناك خلافات واضحة أنها كبيرة بين تركيا وروسيا تضع ظلالا كبيرا على اتفاق سوتي في سبتمبر العام الماضي الخاص بمنطقة إدلب روسيا كما نعلم قبل يومين الكريم لانتهم تركيا بأنها لا تقوم بما تم الاتفاق عليه وحمل تركيا عمليا المسئولية عن ضرورة تطبيق اتفاق سوتي وحمل عمليا المسئولية عما يجري من تصعيد في إدلب تركيا بالطبع كما نعلم لديها موقف آخر ورؤية أخرى وترفض أن يدخل النظام أو قوات النظام إلى إدلب إلى أخيره وإن كانت على حدث حسب مع المعلومات المتوفرة لدي هناك مباحثات تجري حاليا بين العسكريين الروس والأتراك حول إدلب تحديدا لتهديئة الموضوع وتنفيذ شروط اتفاق سوتي وهي معروفة للجميع إنشاء منطقة منزوعة السلاح وقيام تركيا بنزع أسلحة المجموعات التي تطلق عليها روسيا صفة المجموعات الإرهابية ومن ثم الموضوع الكيميائي برأيه يستخدم بين الفاينة والأخرى لتحصيل بعض المكاسب السياسية ولكن أيضا هناك نقطة أهمة أعتقد أن نتيجة لتعقيد الموقف بين روسيا وتركيا روسيا اتجهت مرة أخرى في محاولة لإحداث أو للتوصل لتفاهمات مع الولايات المتحدة وأكرر مرة أخرى أن اجتماع القدس بين مستشاري الأمن القومي لروسيا وإسرائيل وأمريكا خلال هذا الشهر ربما يعكس هذا الأمر أن روسيا تتجه حاليا لمحاولة التفاهم مع الولايات المتحدة طبعا نحن نعلم أنها في حال التفاهم مع إسرائيل حول سوريا لا توجد خلافات كبيرة المشكلة مع الولايات المتحدة وربما هذا الاجتماع سيكون أيضا عامل ضغط على تركيا نفسها التي على ما يبدو أن موسكو ترى أنها لا تقوم بمسؤوليتها ولكن هذا أيضا التناقض لا يعني أن العلاقات بين روسيا وتركيا سوف تقف عند هذا الحد طيب بالعودة إلى مسألة الكيماوي دكتور هاني هل التحذيرات التي نسمعها من بعض الدول الغربية تحديدا ما زال لها نفس الأثر فرنسا الأسبوع الماضي تقول لدينا مؤشرات على استخدام السلاح الكيماوي في إدلب الخارجية الأمريكية أيضا في الأسبوع الماضي قالت نأخذ التقارير حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا على محمل الجد وننتظر نتائج التحقيق النبرة مختلفة كليا عندما تمت الإشارة على استخدام السلاح الكيماوي في 2013 كما تذكر جيدا خلال الأزمة السورية في بداياتها كان رد الفعل من المجتمع الدولي ردا مختلفا كانت المسألة على حفة عمل عسكري مكثف من قبل الولايات المتحدة الآن تمر هذه المسائل مرور الكرام على ما يبدو وتقتصر على مثل هذه التصريحات ما رأيك في ذلك؟ أعتقد بالفعل أنها تمر مرور الكرام ولكن هذا لا يمنع الدول الكبرى أن تطلق مثل هذه التصريحات ومن جانبها روسيا أصلا تطلق تصريحات مضادة لهذه التصريحات تحسبا لأي شيء روسيا كما نعلم دائما تنفي استخدام السلاح الكيماوي أو الغازات الكيماوية من قبل نظام الأسد وتتهم كما نعلم المجموعات المسلحة بالقيام بذلك وهكذا نلاحظ أن الاهتمام أصبح تراجع بعض الشيء ولكن تستخدم ورقة السلاح الكيماوي عندما برأي تبدأ أو خلف الكواليس بعض الترتيبات للتوصل إلى تفاهمات معينة أنا لا أقول بالطبع بأن هذه التفاهمات المقبلة سوف تؤدي إلى حل الأزمة السورية مباشرة ولكن يمكن أن تماهد لذلك لأن موضوع الأزمة السورية بدون شك أصبح من الأمور المستعصية وسيحتاج وقتا طويلا ولكن لا يمنع ذلك الدول الكبرى من استخدام ورقة الكيماوي وأيضا روسيا تحاول الرد على هذا بنفس الطريقة حتى لا تثبت على الحكومة السورية أنها استخدمت وخاصة أن عملية التحقيقات لم تبدأ وحسب التقارير الأمريكية الرسمية أنه يحذر النظام من استخدام الكيماوي أي أن التقارير الأمريكية لا تتحدث عن تأكيد أن النظام قد استخدم السلاح الكيماوي خلال الفترة الأخيرة ولكن روسيا تحسبا لذلك تبدأ بالرد المقابل ولنستبعد أن تكون مزارة الدفاع الروسية أيضا بالدخول إلى هذا المعمعان في مرة أخرى وتتحدث عن دقائق أو أمور معينة يقوم بها المسلحون للاستعداد لإجراء استفزاز كيماوي شكرا لك دكتور هاني شادي الخبير في الشؤون الروسية كان معنا مباشرة من موسكو